يا سيفي مين هيورسك من بعدي؟ كل البطولات والحروب اللي انتصرت فيها مين هيورس رتها من بعدي؟ نيمكن كان جزء أو مقتطف صغير من حكايات السيرة الهلالية حكايات وقصص بنسمعها في جنوب محافظات صعيد مصر لأول مرة بقى الحكايات دي هترويها لينا نهال الهلالي أول فتاة روية للسيرة الهلالية نهال قطعت شوت كبير جدا خلال الكام سنة اللي فاتوا بعدما قدرت ان هي تحط بصمتها في عالم حكايات السيرة الهلالية حقيقة بسنت السيرة الهلالية دي واحدة من اعظم الملاحم العربية نقدر نقول كده من الملاحم الانسانية تغريبة بني هلال من نجد في السعودية مرورا بمصر وصولا الى ارض الاحلام في تونس الخضر كلام كتير جدا قصص فيها حروب وبطولات وفروسية بتبرز كده جانب جميل جدا من الشخصية العربية بتعودين دايما على السيرة ان اللي يدويها راجل لابس زي معين وعمة وقاعد على الربابة لكن لاول مرة بنشوف امرأة بتروي السيرة الهلالية نهال الهلالي من ورانا النهاردة في صباح الخير يا مصر نعرف ايه قصتها مع السيرة الهلالية واشمعنا تحديدا اتعلقت بالسيرة الهلالية او قصة ابو زيد الهلالي صباح الخير عليك من ورانا ومشرفان نهال انت بنت انا جنوب مصر الصعيد اللي تربى صعيد كله تربى على سماع السيرة الهلالية سماع قصة ابو زيد الهلالي احكينا قصتك بدأت ازاي مع السيرة الهلالية وايه القرار اللي خلاكي تخديه كده انك تقتحمي مجال كل اللي فيه او كل النجوم اللي فيه رجال كل الجنوبين او كلنا في الصعيد بننشأ على لحن السيرة بتمشي في الشارع بتلاقي الهاوة مشغلة سيرة زمان كنت تلاقي راجل قاعد بربابة بيقول سيرة كل حاجة عندنا هو لحن في كل مكان يعني فن جنوبي مهم جدا 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 هي السيرة الهلالية كله بيسمعها فانا طلعت بسمع ده في بيتي رغم ان انا ما نشأتش في الصعيد ونشأنا هنا في القاهرة بس بابايا كان بيجيبها شراية كاسد فخلاص ودهنا متعلقة نسمع اللحن من بعيد لا دي سيرة خلاص معروفة او والد مربعات فده التعلق بقى من الصغر بس ما كنتش فهمة الكلام لان اللكنة كانت شديدة جدا جدا وكمان المربعات يعني الواحد بعد ما كبر بقى وبحث في الموضوع المربعات فيها مصطلحات فيها جناس تام فمش فهمين الاولى معناها ايه والتانية معناها ايه كل ما تيجي الحدث مربعات هي الاشعار اه اربع شطور المربع اربع شطور المربعات فيها جناس تام فتبقى مش فهم لازم تجيب اللي قابله واللي قابله يرجعك لللي قابله وبعد كده عاوز تعرف اللي بعديه فالموضوع لقيته كبير جدا فده بداياتا بالتعلق بالسيرة اللي هو احنا بننشأ عليها اساسا من البداية طب انت بتحكيها ازاي نهال يعني انا انا معرفش قوي الموضوع ده يعني انا ما كنت بشوف اه حد بيعزف عن ربابة بس بصراحة ما كنتش عارف هو بيقولي فانت بتحكيها ازاي؟ هي دايما بالسيرة كله متعود ان هي بتتقال غنى طب ليه الناس بتسمع مقاطع ومش عارفين مين بيحارب مين يجي يقولك جال الملك ابو علي والكل حاضرين هو مين اصلا الملك ابو علي مين يعرف ان الملك ابو علي ده هو حسن ابن سرحان مين محدش يعرف لان بيسمعوا جزء جزء وكل جزء مالوش علاقة بالجزء اللي بيتقال من حد تاني دوا في المجتمع المعاصر او في الغنى المعاصر اخدوا مقتطفات لكن لما بنرجع للرواء الاصليين لا هم رووها كاملة الشيخ جابرة ابو حسين الله يرحمه عم سيدة ضواء الله يرحمه كل دول الحاج علي جرامون الله يرحمه كل دول رووها بشكل كامل بس مين كان بيسمعهم ناس معينة اللي بتسمعهم لان والدهم للسيرة تقيلة وبمصطلحات شديدة قوي اللي بيقوله جديد بيبدأ يغير بس في الكلام يجيب نفس المعنى بس بحاجة درجة بس ازاي بتحافظي على تجانس الابياد زي ما انت كنت تقول لا انا مش بعرف او مش بحب العب في الاساسيات لا هي تقلب كده طب انا بنقل للناس مثلا المربعات زي ماهي لكن انا بس ردلهم الحدث فبيفهم المربع هنسمع منك هنقعد دوقات ونسمع منك كده ونشوف احلى اقوالة من الهل الهلالي لكن عايز اتكلم معك عن الخال الابنودي لان الابنودي الله يرحمه يعني قعد تلاتين سنة طبعا لما نتكلم عن السيرة الهلالية نتكلم عن الابنودي والراوي السيد الضوي الله ارحمه 30 سنة يجمع بس السيرة الهلالية يلف يعني العالم العربي كله عشان يجمع اشعار السيرة الهلالية السيد الضوي من اشهر الرواه وبعدين شيخ مهم جدا اسمه شيخ زين محمود طب ده استاذي او انت تعاملتي معك كمان بشكل مباشر هو اللي خد ايدك لعالم السيرة الهلالية فكلمينا عن الاسادزة الرواه الكبار اللي بدأوا يخلوا سير الهلالية تجري على لسان الناس في الصعيد في الاول خالص انا كنت بسمعها زي ما قلت على لسان الرواه الكبار اللي كل الناس كانت بتسمعهم بس كان الموضوع برضو تقيل عندي انا برويجكت اسمه نافذة على الجنوب جميل ده البرويجكت الاساسي بقى ده بتكلم فيه عن الصعيد وناسه والتحادات وتقاليد وكل حاجة في الصعيد فجيت في مرة عملت حفلة اسمها الفنون الجنوبية فمن ضمن الفنون كان فن التالي وفن الالباستر فمن ضمن الفنون كان فن الحكي والرواية الفن القصصي فجبت حسن ونعيمة وجبت كذا قصة ومن دمنهم لازم اتكلم عن السيرة الهلالية فكلما يجي اكتب جزئية ان انا حقول زي ما سردت مثلا قصة حسن ونعيمة قال ايه الموضوع عمال يكبر مش عارف امسك اولها الاخيرها فقلت لا خلاص انا في الحفلة دي هسرد بالمختصر ان هي كذا وكذا وكذا والمحاور الاساسية بتاعتها وبعدين ابقى اعملها مثلا في شكل نادوة او نادوتين ونقول للناس ايه يا السيرة الهلالي كنت فاكرة بموضوع سعلي او بسيط انا من 2019 بروي لسه ابو زيد عنده 18 سنة كام سنة لسه ابو زيد عنده الموضوع طليل كبير جدا ومنحمة طويلة 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 فكنت بسمع الاول من دول لما عملت نادوة الفنون الجنوبية الشيخ زين محمود شيخي واستاذي وهو واخد الرواية من الحاج سيده والله يرحمه فانا رحت له وقلت له يا شيخ زين انا عايزة اروي السيرة فيه ست راوة السيرة قال لي ما حصلش ومش هيحصل مش هيحصل مش هيحصل ممنوع اصلا ايه ده فن حكر للرجال ايه طب يا شيخ زين انا عايزة احكيها للناس انا عايزة اروي السيرة وهي جزء من اللي انا بعمله او جزء من البروجيكت الاساسي بتاعي قال لي لا ما فيش ست راوة السيرة الست لما تروي السيرة تضعفها لان هي بتتكلم عن ابطاله وبطولاته والموضوع عايز حالة تانية خالصة تدخلي فيها بعدها سبني وقعت ساكت رح قال لي إيه؟ طب فكرة كانت معايا شايماء النوبي فقلت له يعني أنا أروي شايماء تغنيها ونفق للناس كده الموضوع فقال لي فكرة حلوة ونخليكم بنات السيرة حل وفعلا وبدأنا وفي 2019 بدأنا موضوع الرواية وكانت انفجار أول حفلة ما كنتش متخيلة لحضور الناس جات تشوف مين بيعملوا إيه دول كنا خمس بنات كنا أربع بنات أنا كراوي وثلاثة كانت شايماء النوبي وبسمة العراقي وبسمة أحمد ونرمين العراقي كانوا الثلاثة بيغنوا اللي حصل أن اللي كانوا متابعين للموضوع بني هلال نفسه وأنا ما عرفش وما عرفش حد منهم الموضوع جاي بشكل فني السيرة الشعبية بالضبط جالي بعدها تليفون من حد اسمه أستاذ محمد مهلل ده جمعية حفظ التراث الهلالي أنا تخضيت لقيته بيقول لي إحنا متابعين الموضوع من أول ما بدأتي تعلني عن الحفلة لأن إحنا دايما بنبحث عن أي حاجة فيها كلمة السيرة الهلالية بس كنا عاوزين نشوف حتتقدم بشكل عامل إزاي هتحترمي السيرة ولا لأ لفظاً فقلت له طب وإيه يعني أتقدمتها هي إيه قال لي دي حاجة كان نفسنا نعملها لأن دايماً كان راوي بيعد يحكي الرجالة إحنا عاوزين نحكي ست لأن أصلاً أصلاً السيرة حكاوي سيدات بس ما فيش حتة أن ستة تقعد تحكي لستات بقى ما عندناش بس أنت لما جتي قدمتيها احترمتي السيرة احترمتي الزي اللي إنتي لبستيه فقدمتيها بيه طيب مقدمتهاش بشكل مخالف ما تحكي لنا حاجة كده نسمع نحكي حاجة علشان الناس تفهم خلينا نقول المدخل أو يلا إيه اللي وصلنا إن إحنا بقى فيه أصلاً سيرة علشان نوصل ليه؟ أبو زيد الهلالي وكل الملحمة لازم نبدأ الحكاية من عند رزق بن نايل الهلالي رزق بن نايل كان وصل من العمر 65 سنة بس ما كان لهش خليفة اتجوز كتير وربنا ما رزقهوش بالأطفال وده هم هم فوق دماغه شايله رزقه وماشي بيه وهمهم الأبطال وعرة بيعمل إيه رزق؟ بياخد مهرته ويطلع على الجبل يناجي ربه يا رب خليفة يا رب حد يورسني يا رب أود المال فين؟ أود بطولاتي فين؟ هيموت رزق بن نايل ويتنسي تتنسي قصته تتنسي بطولاته ياخدوا بطولاته وينسبوها لحد تاني من بني هلال؟ يا رب اديني خليفة واحد بس أثناء ما هو في الجبل بيجيله هاتف رؤية بتقول له يا رزق يا ابن نايل يا فارس العرب روح أرض الحجاز وهناك اتجوز من عزراء شريفة من نسل الرسول ومنها حيكون لك نسل تفزع الأمير رزق يا ربي مين اللي بيكلمني؟ أنا وحدي في الجبل مين اللي بيكلمني؟ يعمل إيه؟ ياخد مهرته وجاري على مين؟ صحبه حبيبه كبير بني هلال السلطان سرحان الدريدي الحجن يا سرحان أنا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي أحدا حجازي ما معايش حد لو حصل لي شيء يحجز عني وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي أحدا حجازي سمعت صوت والشخص ماريت جاللي تزوج من أرض الحجازي ما الرأي يا ابن عمي لوني تغير بصارة مني تخبلت لفة عمي يا سرحان شوف لك بصارة ضحك السلطان سرحان وجاله أنت لا عايز سورة ولا حج مش عايز مشورة ومش عايز حاجة أنت لا عايز سورة ولا حج اسمع كلامي وصيغه أهو جرب موسم الحج كلام جد مني وصيغه تسافر تزور نبينا والصبر تغدو نبينا يعني تاخد نايبك صبر سافر والله يا رزق لو كان الدور فيه نجاح هيتبقى حجاب حاجة سافر روح يا رزق وهناك ربنا حير زوجك بالخليفة يعمل إيه الأمير رزق طلع منادي نادي في قلب قبيل بني هلال ويقول لهم اللي عايز يحج السنادي هيحج على نفقة الأمير رزق بن ناير كان من أغنى العرب تمانين فارس أطاعوه جالوا نزور جبر التهامي المال ليهم دفعوه رجل زين عنده تهامي وتمم على الأمر كله التبعي والدناي العمل عمل في محله وكسى رجال الهلاير الله عليك الله عليك أنا أشعرت أنت بتحكي أنا سرحت معاك وتخيلته على المهرة وبيجري وتخيلته في الجبل ولما جاله الهاتف عايشتيني قصة كأننا عايشاها هسألك سؤال سريع جدا جدا وإحنا بنتكلم يمكن قبل الفقرة قلتلك على أعمال الفنية اللي حصلت عن استيريا الهلالية قلتلي مش كلها قدرت توصل المعلومة كاملة أنتو كحكيين قدرتوا تعملوا ده؟ أه لأن إحنا ما بنلتزمش يعني في أعمال هو مضطر يغير علشان بس السياق الدرام إحنا ما عندناش ده يعني كحكاية لا إحنا ملتزمين باللي مكتوب والموروث واللي متجمع لازم نقوله زي ما هو ما ينفعش نغير في الأحداث بعدين كمان السيرة الهلالية متسجلة كتراث غير مادة في اليونسكو يعني هو تراث إنساني يعني عايز أسألك سؤال ده بقى فكرة التفاعل لأول مرة سيدة بتروي وتحكي سيرة أبو زيد الهلالي بالحروب والبطولات اللي حصلت في تغريبة بني هلال تفاعل بقى السيدات والناس وحتى الأطفال أنا كنت يعني شفت فيديوهات حتى الأطفال بيحبوا يسمعوا ده ودي حاجة جميلة جدا إن احنا ربي أطفالنا على نربطهم بتراثهم الحقيقي وتراث السيرة والملحمة الشعبية كلمين أكتر عن الحالة دي وإزاي دي ممكن تأثر في جيل جديد الحالة أنا يعني لما باطلع على المسرح بدخل في حالة كده لوحدي وبلاقي الناس نفسها دخل وبقى معي وبدأوا يسألوا يعني لو حد قاد بيسمع بس فهو قاد بيسمع لكن التركيز بيوصلني إن الناس مركزة فعلا من الأسئلة أسئلة وبيسألوا في تفاصيل يعني أنا ببقى طالع مسرح مش متخيلة إن ممكن حد يسأل سؤال زي ده إن ممكن حد يجيب لي حدث من الحفلة اللي فاتت ويقول لي فيه جزئية هنا عايزين بس نعرف تفصيلة صغيرة فيها لا الموضوع وصل الأطفال بتتعلق بالمزيكة وتقول الكلام يعني تردد الكلام حتى لو هم لسه مش فاهمينه بس أنا كان يهمني إن هم بس يتعلقوا باللحن خلاص هو لما بيسمعوا بعد كده في أي مكان بيقول دي سيرة أنت كمان الحلو إن السيدة دايما بتروي الجزء الإنساني كده بطريقة مختلفة فنحن لو طول الوقت بنسمعه ملاحم ويعني معارك لا إحنا محتاجين ست كده تحكي لنا طب هو حس بقى بي ده يمكن الاختلاف بنشكرك نورتينا يا نهال نهال الهلالي أول فتاة روية للسيرة الهلالية نورتينا وشرفتينا وكل سنة ونستاين نورتينا وتعيشي وتحكي كده سيرة الهلالية بشكرك شكرا جزيلا شرفتينا الأستاذ نهال الهلالي أول فتاة مصرية تروي سيرة الهلالية